وادي ياسوف شمال قرية الساوية هدف جديد للاحتلال مئات الدنومات يجري تجريفها تمهيدا لإنشاء محطة للحافلات هذا التوسع لم يكن جديدا على أراضي القرية وقرية ياسوف المجاورة لها يقوموا حاليا هم بتجريف الأراضي على حساب شعبنا على حساب أبناء قريتنا المزارعين كل المناطق كانت في الزمن القديم تزرع الآن لاحظ كلها خراب ليه؟ موش آمنة غير آمنة إطلاقا من الفتيان التلال ومن الجيش ومن الخنازير للأسف هم من بارح حجم من 20 سنة أصبح المستوطن اللي كانت بيت بيتين أصبحت أكبر من حجم قريتنا إحنا من مئات السنية ساكنين في هذه القرية ولم يتم توسيحها سنتمتر واحد أحرى عشر ألف دنم مساحة قرية الساوية لم يبق لها الاحتلال سوى خمسة في المئة فقط واقع فرضه الاحتلال عليها أما قرية ياسوف فبهذا المشروع أطبق الخناق عليها من جهاتها الأربع مشروع الحافلات التي تنوي السلطات الاحتلال عمله في منطقة شمال رمالة قرب قرية الساوية وشارك محافظة سلفيت وجنوب محافظة نابلس يعمل على تقسيم هذه المحافظات الثلاثة وتحويلها لكانتونات ويصادر أراضي قرية ياسوف بشكل كبير التي أصبحت محاطة بالكامل بكتل استيطانية ومستوطنات وبهذه المشاريع الاستيطانية الضخمة هذا يستنزف أراضي الضفة الغربية ويترك المزارعين بلا عمل وبلا إنتاج وبلا أي مصدر دخل هذا الاتجاه المنطقة مسمى وادي ياسوف هي كانت الاتجاه الوحيد اللي فيش فيه مستوطنات وفيش في عائل التواصل مع قرية الساوية أما في الفترة الحالية الشغل اللي بصير حاليا صار إغلاق كامل على المنطقة كلها ما ظل أي منفذ لقرية ياسوف في الخمس لأربع اتجاهات كلها مغلقة مستوطنات وشوارع التفافية من زعترال لرائل لتفوح لنخيمية لرحليم قد لا تكون هذه التوسع هي الأخيرة التي تشهدها أراضي القريتين أجندة الاحتلال تخبئ دوما ما هو أسوأ من ذلك خاصة ونحن نشاهد حجم الدمار الذي تخلفه مشاريعه الاستيطانية مشاريع استيطانية عزلت قرانا وبلداتنا عن بعضها البعض وقطعت أوصال أراضيها وجعلت منها سجونا لأهاليها كما يحدث هنا في هذه القرية من قرية الساوية محمد اشتاية تلفزيون فلسطين